بيضة وشوية زيت من بتوع التموين وجبيهم متتردد ديش ثانية واحدة انك تعمل الوصفة الجامدة دي لان الفطر والعشا مش هيحلل الايام الجاية غير بيه في الاول زي ما انتوا شايفين معانا بيضة بدرجة حوارات الغرفة هنضيف عليها رشة من الفانيليا معلقة صغيرة من تنجل بورتقال او نص معلقة صغيرة وهنضيف كباية الا ربع من السكر وكباية الا ربع من الزيت وخطوة مهمة جدا لنجاح الوصفة ان احنا لازم نقلب المقونات مع بعضها كويس بحيث ان السكر يختفي معانا تماما لو خايفة ان السكر ما يتقلبش معاك كويس ممكن تاخدوا المقونات وتضربيهم في الخلاط بحيث ان السكر يبدأ يختلط معانا تماما هنا هنضيف ربع كباية من النشا والنشا هنا بيخلي الوصفة دي كأنها معمولة معانا بسمنة او بزبدة وبعد كده هضيف كبايتين من الديق عليهم رشة بسيطة جدا من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر هنا يفضل ان احنا نضيف الديق في الاول كباية ونص من الديق وبعد كده نضيف نص كباية بالتدريج لحد ما نوصل للقوام المناسب وكمان مش عايزة اعجن كتير ان يضبك بس كده بلم العجينة بايداية وعلشان نختبرها بتبقى قدينة نضيفة وبناخد جزء من العجينة بنضغط عليه لو العجينة مش بتشقة يبقى كده العجينة مظبوطة معانا تماما هنقسم العجينة الجزئين الجزء الاول هنبدأ كده ان احنا نضيفه في كيس علشان ما ينشفش او العجينة ما تنشفش معانا اما بقى الجزء التاني من العجينة فبضيف عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام وكمان تلات معالق كبار من الحليب طبعا كل المكونات لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة وبرضو هنا يضبق بس بلم العجينة بايدينا بحيث ان الكاكاوي يعني يمتزك كويس مع العجينة كده خلاص العجينة مظبوطة وطبعا برضو علشان نختبرها بناخد جزء وبنضغط عليه لو العجينة مش بتشقة يبقى العجينة مظبوطة بالنسبة بقى للعجينة هنا ببدأ ان انا اقورها الكور زغيرة بالحجم اللي انتوا شايفينه وكمان بقورها بحجم متوسط لانا هنا عايزة حجمه صغير جدا وحجم وسط للعجينة وبحاول وانا كده بقور العجينة ان انا اعمل القطع او بقور العجينة قد بعض علشان وقت التشكيل يبقى الموضوع سهل معينا بالنسبة للتشكيل هنشكل بتلات طرق اول طريقة خالص ان انا بيجيب كده جزء من العجينة الفاتح وبعد كده بضيف ست قطع من العجينة اللي بتكاكيو بحيث ان هي في الاخر بتجيلي على شكل وردة وهبدأ بس كده ان انا ايه يعني اضغطهم على بعض علشان ما تفكش معينا وبعد خشبي دهنب شوية من الزيت هبدأ ان انا اعمل فيها الشكل اللي انتوا شايفينه وهنا هنكرر بقى نفس الموضوع بس هنعمل العكس يعني الجزء اللي في النص هيبقى كورة العجين اللي هي بالكاكيو وحواليها بقى الست قطع اللي هم الشكل التاني وبعد خشبي هنكرر برضو نفس الموضوع وطبعا الموضوع كله ما بياخدش اي وقت انهائي بالنسبة بقى للطريقة التانية في التشكيل ان انا بيجيب قطعة العجين الوسط وهبدأ بس كده ان انا اضغط عليها ضغطة خفيفة وبسكينة هبدأ اعمل فيها الشكل اللي انتوا شايفينه اما بقى بالنسبة للشكل التالت بالسكينة ببدأ كده ان انا اعمل بيها شكل بالطول وبعد كده برجع بالعرض بحيث ان هي في الاخر بتجيلي بالمنظر الامر ده صد بقى دهنينه دهنة خفيفة خالص من الزيت وبنبدأ نوزع قطع العجين بس بين كله كورة والتانية لازم نسيب مسافة والفرن بقى بيكون سخن على درجة حرارة مية وستين على الرف الاوسط اول لما البسكوت يبدأ ياخد لون من تحت على طول بين طف من تحت ونشغل عليه الشواية يدوبك كده دقيقة لحد بس ما بياخد لون الدهاب الجميل تعالوا كده مع بعض نكسره بصوا عايزة اقول لكم ما ارمش بيدوب حلوة حلاوة بجد 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 من احلى الوصفات اللي ممكن تعملوا بها البسكوت الطريقة دي وكمان سهل واقتصادي لو عجبتكم بقى الفكرة ياريت ما تبخلوش على اختكم بلايك وربنا يحسن ما بين ايديكم وبيبو